السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في فيديو جديد مع مميزات فيوتر مايكرز في هذا الفيديو هل نضع على واحدة من أهم الأمور لكتميز المؤسسة وانا سعيد جدا أني نحددكم عليها يتعلق الأمر بلزيكول سنتخي سور الإكسبرينيس أو بلانجلي ستودنت إكسبرينيس أيضا بالعربية المؤسسات والمقاربات التعليمية اللي كتركز على تجربة التينمي نقصدو بها أنه في الفضاء التعليمي ما نتعاملوش مع التينميذ على أساس أنه مستقبل جامد يعني كيستقبل توجيهات والأوامر وبناء على كيفاش غادي تصرف كيفاش غادي يجاوب على الدرس كيفاش غادي يجاوب على التمارين كيفاش غادي تبع غا نحكموه واش راه هو مجتهد ولا كسول واش راه مشروع دي الإنسان ناجح ولا إنشان فاشل وهذا كلي ما تستاجبش بالطريقة اللي حنا كنتصوروها واللي حاطينها مسبقا كنقولو راه إنسان خسنا نشتغلو عليه ونديرولو التقويم وراخصوه ويرجع كيفما احنا كنتصوروه وعاد نعتبروه ناموذج الإنسان ناجح بخلاف اللي كان نشاركو التلميذ في العملية ديالت الحكم على جودة الفضاء التعليمي وكان نردو البال للردود الفعل ديالو واش راه انقاجي واش راه عاجبو الحال واش راه تيمن بأنه ومهتم داك شي اللي كان ندرسوه للا وفاش كنلقو بأنه وردود الفعل ديالتو مخالفة الحكم ديالتو يكون مختلف على الطريقة التقليدية نقولو اوكي إذا كنشي مشكل في نحنا وكنشي مشكل في الجو المدرسي وكنشي مشكل في الطريقة باش كنديرو العملية ديالت الدرس او للنشاط التعليمي وكان بدون ناخدو التلميذ هو مرآث ديال مدى النجاح ديال نحنا في المقاربة التعليمية ماشي التلميذ هو اللي فيه مشكل ليش لأنه ببساطة كنعتبرو أنه كين ما يسمى بدكاء المتعددة كين كل تلميذو طبيعتو واشنو نحواج ليكي موتيفي واشنو نحواج ليكي موتيفي واشنو نحواج ليكي موتيفي واشنو نحواج ليكي خليو يتذكر المعلومة المدى أطوال ويستوعبها بواحد شكل أكتر عمقا وهذا فيك يختلف من تلميذ التلميذ ما كانت تعاملوش مع القسم بشكل ديالوزين يعني مشكل ديال الناس غادي يخرجو ويخدمو يديرو نفس اللعطاش وبوتيك وبالتالي خصنا نتعامل حتى مع التلاميذ يكون بهذا الشكل اللي كي يعتبر أنه هم ما غاديش يخدمو كلهم في نفس الجو وبالتالي ما هو مطلوب منهما شي بضرع يكونوا بحال بحال إذا ما خصرش يكون عندنا نفس الأحكام خصنا ناخدوهم هما ويكون عندنا لهم أنهم كيفش يكونوا فرحانين وباغين يجوا للمدرسة وباغين أنهم يتعلموا وبالتالي غادي نراعي وكل واحد فيهم أشنو اللي كيتيرو أشنو اللي كيحمسوا العملية التعليم هذا هو الفرق الجواري فلا بخوش وهذا بيانسير من الأمور اللي تناقش مجموعة ديالي كونفيرنس وديالي كونغري في الدول اللي هي تستثمر ومجتهدة في مجال التعليم ومطبيط حال فيوتر ميكرز نجتهد في تبني هاد الرؤية والاستشارة مع خبراء في هاد المجال من بي الأمور اللي حرصنا على أن تكون من دون طلاقة المشروع تنزيلة لهذا الرؤية هو أن بوست ديال أن كادغ غي يشتغل معانا تسمية ديال العامة دياله هو الاسوام ستودنت إكسبرينس ماناجر يعني مديرة تجربة التلاميذ نقل معتبرها هي لا دوزيان مامون ديالي زيالي فليكو ما عنده حتى شي خدمة ما عنده حتى شي تخصوص ما عنده حتى شي أولويات أول شي مهام من غير أنها تتبع الضروفين كي يعيشوا التلاميذ من كي يدخلوا الأسوار المؤسسة وتكون عارفة كل تلميذ الحتياجات دياله وتكون متفرغة أنها تطلع حد أشنو خاصهم وتوصل هذه المعلومات للإدارة وتجربة مع الأساتذة وتجربة مع الإداريين ومع الآباء وتكون ملاديلتها عند الآباء واحد بواحد باش ديما كتكون بحل هي المسؤول وهذا الزهم كيفاش أن الفضاء المدرسي يكون ممتع ومفيد وانجاجون للتلميذ فاش كنقول وهذه الهدرة كاملة هذا لا يعني التسيوب لا يعني الفوضى لا يعني هيبة المؤسسة الضيع ممكن أننا نجمعوا ما بين أنه يكون الاحترام ديال التلميذ والتلميذ كي ينضيباط وكي الاحترام القواعد ديال التعليم التربوي لكن في نفس الوقت نجمعوا بينه وبين أن التلميذ يكون فرحان أنه يجي للمدرسة ماشي أنه يفرح مني كتجي لعطلة أولا كي يغيب الأستاذ مني كننجحوا في أن نوفروا نموذج بهذا الشكل كنخليوا أن المؤسسة التعليمية تكون ممتعة للتلميذ وتكون عندها حدود أكبر أنها تنجح في تخلي التلميذ يبغي ذك شي اللي يقراه ويتقنجها فيه ويبغي مشي فيه بعيد إن شاء الله هذا باختصار الفكرة ديالت لكولسان تخيسي على الإكسبرينيونس للألف إن شاء الله نفصلوا فيها أكثر إلى زرتونا في عين المكان وإلى فيديو قادم إن شاء الله ومميز جديد من مميزات في سلمينكس